حوراء ضحية جديدة من ضحايا العنف والجرائم بحق أطفال ونساء العراق حكاية مجبولة بالموت والخطف والاقتصاب تلك التي ضجت مؤخرا بمنصات التواصل الاجتماعي تحت وسم حق حوراء كانت على يد عنصر منتسب للداخلية لكن أجهزة الأمن العراقي من فعل كهذا براء فالفاعل لا يمثل إلا نفسه وهو يضاف إلى قائمة ساهمت في الفترة الأخيرة بارتفاع حالات الجرائم التي باتت تهدد معايير حقوق الإنسان في العراق الخبراء في الواقع الاجتماعي فسروا حالة الازدياد بفعل أسباب أهمه البطالة والفقر وارتفاع نسب طعاط المخدرات والأخيرة تضاف أيضا إلى قائمة إجرام بحق الجيل والشباب العراقي بعد أن تغول الكريستال في حياة وتفاصيل بيوت العراقيين الجهات الأمنية التي تضع الخطط العملية في ملاحقة المجرمين ومحاسبة الفاعلين سواء في قضايا الاقتصاب والقتل وحرق النساء وتشويه صورة المجتمع العراقي كما هي تماما تلاحق مروجي المخدرات والذين يتبعون الجهات الخارجة على القانون تؤكد على ضرورة رفع معيار الحالة الطارئة لإنقاذ نساء وأطفال العراق من شر ما يحاكوا بهم اشتركوا في القناة